اشتركوا في القناة عملاق الدولي الانجليزي يتقدم بعرض كبير للدفر بخدامات مهاجم الأسود عبدالصمت الززولية تلاتة لاعبين بأوروبا يقنعون مدرب الأسود وليد الرقراغي لتعزيز خط الهجوم للمنتخب المغربي مسؤولين دراجاء الرياضي يرسلون الكاف بسبب مباراتهم أمام الأهل المصري عاد الدولي المغربي رايان ماي لزيارة شيباكي يوم أمس السبت عندما أسهم في فوز فريقه فرانكا فورس على بودابيست بتلاش أهدف دون رد دمن الجولة السابعة والعشرون من الدولة المجرية واستطاع المهاجم المغربي رايان ماي لعب فرانكا فورس من تسجيل هدفه بعد غياب عن التهديف دام لمدة شهر وافتجح المهاجم المغربي رايان ماي التسجيل لفريقه في التقيقة الـ 41 من عمر الشرط الأول وتلاه كوستا وكوبينا الذين سجلوا الهدفين وخاد أسد الأطلس 88 دقيقة في المبارات عرفت غياب شقيقه سامي بسبب الإصابة وبهدفه في شيباك بودابيست ووصول رايان ماي للهدف رقم 12 في الدولة المجرية هذا الموسم وتشدر الإشارة إلى أن فرانكا فورس بقي مرتربيعا على عرش تدارس الدولة المجرية برصيد 54 نقطة أكد ديفيد مويس مدرب نادي ويسهام يونيتد الإنجليزي لكرة القدم سبب غياب الدولة المغربين في أكرد عن مواجهة التي جمعت بين المطارق وأرسنال الأحد لحساب الجو الواحد وال30 من الدولة الإنجليزي الممتاز والتي حسمها التعادل الإيجيابي بهدفين لمتلهمها وأكد مويس أن الإصابة تسببت في غياب المدافع أسود الأطلس عن فريقه في الديربي لندن أمام أرسنال وذلك بعدما أكدت الفحوص الطبية عدم قدرته عن المشاركة وقال المدرب مويس قبل بداية المواجهة نيف أكرد وأغوبانا كلاهما حاول الوقوف على جاهزيتهما خلال الحصة التدريبية ليوم أمس كنا نعتقد أن أحدهما قد يشارك في المباراة لكن للأسف لم يتمكن من ذلك وأضاف قائلا اللاعبان يعانيان من كدمات لكن الإصابة لا تبدو خطيرة ما يؤكد أن أكرد سيعود في أقرب وقت ممكن لأجواء المنافسة وكان نيف أكرد قد قاد فريق هول الفوز على ساونت هابتون بهدف نظيف لحساب الجولة التاسعة والعشو من الدول الإنجليزي بتسجيل هدف الفوز بضربة رأسية بديعة ويعتبر من الركائج الفارق خط دفاع دخل مسؤولي نادي ليدزيونيتد الإنجليزي في مفاوضات مع خافي غارديو الوكيل أعمال مغربي عبد السمد زازولي بشأن التعاقد مع الأخير في المركات الصيف المقبلة وبحسب التقاير الصحفية لإسبانيا فقد حتى غارديو الرحال بإنجلاتير حيث التقى بمسؤولي نادي ليدزيونيتد للتفاوض حول صفقة انتقال زازولي لنادي الموسم المقبلة وكشفت صحيفة سبورت لإسبانيا أن إدارة ليدز جاد في التعاقد مع عبد السمد زازولي بعد انتهاء فترة إعارته لنادي أساسون الإسبانية مشير إلى أن النادي الإنجليزي مستعد لتقديم عرض رسمي للنجم المغربي ويأتي في هذا الوقت الذي تتطلع فيه برشانونة لاستعادة عبد السمد زازولي للكامبنو بعد انتهاء إعارته لأساسون رافض التفريط فيه خلال فترة المقبلة وسبق لصحيفة موندو دي بورتيفو الإسبانيا أن أكدت أن عودة عبد السمد زازولي للبرسة راهن برحيل تنائي أنصفاتي وفيران توريس مع الفارق الكتالوني ويبصم عبد السمد زازولي على موسم كبير مع نادي أساسونة الذي يلعب له على سبيل إعارة حتى نهاية الموسم الجاري يتجه وليد الرجراجي مدرب المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدمة لتوجيه الدعوة إلى عدد من اللاعبين المحترفين في أوروبا لدعم صفوف المنتخب أسوط الأطلس استعدادا لإستحقاقات المقبلة وحسب المصدر المسؤول فإن وليد الرجراجي يراغب كل من الطارق الشيسودالي لعب جينيك البلجيكي ونجم النادي باير ليفركوز الألماني أمين عدلي وكذلك إلياس بن صغير نجم موناكو الفرنسي لضمهم إلى المعسكر الأسود بعد تألقهم في الفترة الأخيرة ويهدف الناخب الوطني وليد الرجراجي لإنهاء معظمة خط الهجوم بعد الألقام التهديفية المتوسطة منذ قيادته الفنية للفريق الوطني حيث سجل المنتخل المغربي ستة أهداف في سبع مباراة يتخذها في كأس العالم قطر 2022 يتوجه المكتب الموسير لنادي الرجاء الريادي إلى مراسلة الاتحاد الأفريقي للكرة القدم بشأن الأفراج عن أحكامه الخاصة بشك والهلال قبل مواجهة في دهاب ربع نهائي أبطال إفريقيا وأفدت المصادر العرب الجديدة أن المكتب الموسير للرجاء يستعد لمراسلة الكاف من الإفساح عن الأحكام والعقوبات الخاصة بشك والهلال السوداني قبل ملاقات الأهلي في ملعب القاهرة الدولية وتابع أن مسؤولي الرجاء يتسألون عن سبب تأخير الكاف في الإعلان عن حكمه في شك والهلال خاصة وأن الوضع والقرارات تبقى مؤثرة على الحدود الفارق الأخضر واستفسار يبقى حقا مشروعا ويرغب نادي الرجاء في الاستفادة من أي عقوبة أو قرار صادر من الكاف في حق الأهلي جراء الشكوة الهلال السوداني عن المباراة الماضية خاصة وأن أي قرار صادر سيتم تطبيقه ابتداء من المباراة المقبلة بين الرجاء والفارق المصري الأخير المهدد بالحرمان من جمال هيريه ورخصت السلطات المصرية للنادي الأهلي الاستفادة من 52 ألف مناصر أمام الرجاء في المباراة المقامة السبت القادم لحساب دهاب ربع نهائي أبطال إفريقيا شكرا على فصل المشاهدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر